موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية يتلوها علي عزي بسم الله الرحمن الرحيم اشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم بالعلاقات الاخوية المتميزة بين اليمن والكويت ومواقف دولة الكويت المشرفة الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف واعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته في ان تشهد العلاقات بين البلدين المزيدة من الازدهار والتعاون الاوسع على كافة المستويات جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الشيخ صباح خالد الاحمد المبارك الصباح لتهنئة به بمناسبة تعيينه وليا للعهد لدولة الكويت الشقيقة متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة وللشعب الكويتي كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة استقبل وكيل محافظة مارب عبد الرب مفتاح مساء امس طلائع من المواطنين المسافرين عبر خط البيضاء مارب يتقدمهم عدد من الشخصيات الاجتماعية واكد الوكيل مفتاح لان مارب كانت السباقة في فتح الطرقات بهدف تخفيف معاناة المسافرين من ابناء الشعب اليمني وكانت جاهزة منذ اشهر فيما ظلت ميليشيا الحوثية راوغ وقال الوكيل مفتاح ان السلطة المحلية ستظل تسعى لفتح كافة الطرقات من اجل تخفيف معاناة الشعب والمسافرين متمنيا ان تنهي الميليشيا عرقلتها لفتح طريق مارب فرضت نهم صنعاء كونها الطريق الاقرب الرابط بين مارب وصنعاء ودعى مفتاح الى الضغط على ميليشيا الحوثية الارهابية للاسراع في فتح كافة الطرقات التي تغلقها بهدف حصار المدن وفي مقدمتها الطرق الرئيسة الى محافظة تعز المحاصرة منذ عشر سنوات من جهته اوضح ممثل المسافري عمر محمد الضيعة ان العمل انساني هدفه التخفيف على المواطنين واكد الضيعة على حق الاجهزة الامنية والعسكرية في ان تأخذ الوقت الكافي لاستكمال اجراءاتها الامنية والفنية الخاصة بالعبور قال وكيل الامن العام للشؤون الانسانية ومنسق الغاثة في حالات الطوارئ مارتين جريفت ان الدبلوماسية الدولية فشلت في انهاء الصراعات حول العالم بما في ذلك اليمن الذي يشهد حربا منذ عقد من الزمن واوضح جريفت في اخر احاطة له قبل انتهاء مهمته نهاية يونيو الجاري ان اليمن لا تزال تمثل احدى الازمات الكبيرة في العالم ولا بد من ايلاء الاهتمام بها واعرب عن امانيه بانهاء الصراع في اليمن مشيرا الى ان هذا الامر يتراجع حاليا لان الاهتمام والالتزام باستخدام التفاوض والحوار لانهاء الصراع لم يعود الان عنصرا اساسيا في الدبلوماسية الدولية اصيب مدنيا بجروح بالغة في قصف شنته ميليشيا الحوثي الارهابية بالطيران المسير على حي سكني بمدينة تعز وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان اشراق المقطر في تدوينة على حسابها بمنصة اكس ان عدنان قاسم ردمان ونجره مهند اصيب جراء قصف بالطيران المسير نفذته ميليشيا الحوثي على حي سبع يوليو السكني في مديرية القاهرة بمدينة تعز واوضحت المقطر ان عدنان ونجله نقل الى مستشفى الثورة لتلقي العلاج يأتي ذلك في ظل استمرار جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في المدينة التي تحاصرها منذ اكثر من تسع سنوات قالت مصادر محلية ان عصابة تابعة للقيادي النافذ في ميليشيا الحوثي فارس منناع تقوم منذ اشهر بعمليات حفر وبحث واسع في مواقع اثرية في مديرية النادرة شرق اب تحت مرأة ومسمع من الميليشيا ووضحت المصادر ان المواقع الاثرية التي طالها العبث تقع في جبل العود بعزلتي الشرنم العليا والشعب بالمديرية يشار الى ان ميليشيا الحوثي درجت على استهداف المواقع الاثرية في محافظة اب لعمليات والعبث بها وبيعها في الخارج اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار ميليشيا الحوثي الارهابية في استخدام القضاء اداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الاجرامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان قرارات الاعدام الحوثية في حق 45 مواطنا يمنيا مشيرة الى ان اوامر الاعدام ذات صبغة انتقامية وصادرة من محكمة غير شرعية ودعت الشبكة الحقوقية الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الى التدخل لالغاء اوامر الاعدام الحوثية والعمل على انهاء معاناة المختطفين واطلاق سراحهم دون قيد او شرط اصدرت السلطات السعودية يوم امس قرارات بتنفيذ عقوبات بالسن لمدة 15 يوما والغرامة عشرة الاف ريال والابعاد بحق مخالفين لانظمة وتعليمات الحج بعد توقيفهم اثناء قيامهم بنقل عدد ممن لا يحملون تصاريح او تأشيرات حج نظامية وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم لا حج بلا تصريح بان الحملات الامنية تعمل على مدار الساعة في نطاق مكة المكرمة لضبط المخالفين ويحالتهم للسلطات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين الى التقيد والالتزام بانظمة وتعليمات الحج كي ينعم ضيوف الرحمن في اداء مناسكهم بالامن والامان والراحة والطمأنينة وضع وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلاف اليوم ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعدا المهندس أحمد المدخلي حجر الأساس لإنشاء وتجهيز كلية الطب والصيدلة والتمريض بجامعة تعز ضمن دعم البرنامج لقطاع التعليم في اليمن وثمن الوكيل المخلافي جهود الأشقاء في دعم التعليم والتنمية بمحافظة تعز من جهته قال رئيس جامعة تعز البروفسر محمد الشعيبي بأن المشروع سيشكل نقلة نوعية في مسيرة التطوير والنهوض بالتعليم الطبي والصحي وسيساهم في تخريج أجيال من الأطباء والممرضين والمختصين الصحيين القادرين على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين من جهته أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن المشروع يأتي ضمن دعم قطاع التعليم وتمكن الطلبة من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع توفي سبعة أشخاص من أسرة واحدة وأصيبت طفلة بإصابات بليغة جراء حادثة انفجار أسطوانة غاز يوم أمس في أحد المنازل بمنطقة تهوم شمال مدينة الغيظة وهرعت شرطة المهرة بمعية فريق الدفاع المدني إلى مكان الحادث المؤسف وأسعفت الطفلة الناجية الوحيدة من الأسرة وأوضح مصدر أمني أن انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى تهد من نصف المبنى على رؤوس ساكني وهب الدفاع المدني بالغيظة بأخذ الاحتياطات الاحترازية وإغلاق أسطوانات الغاز بعد كل استخدام وترك بعض النوافذ مفتوحة أصيبت امرأة وأربعة أطفال يوم أمس بحروق خطيرة جراء حريق نشب في مأوى أسرة النازحة في أحد المخيمات شمال مدينة مارب وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مارب في منشور على صفحتها بفيسبوك إن الحريق نشب في مأوى أسرة النازحة تعيش في مخيم بطحاء الميل شمال المدينة متسببا بإصابة المرأة والأطفال الأربعة بحروق خطيرة وجميعهم من أسرة واحدة وأطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مارب نداء عاجلا لكافة شركائها المحليين والإقليميين والدوليين إلى سرعة التدخل لإغاثة هذه الأسرة المنكوبة وتقديم الرعاية اللازمة لمصابيها الذين وصفت حالتهم بالحرجة وقع بمدينة سيئون اليوم اتفاقية تنفيذ مشروع معلمات الريف الدبلوب التربوي السادس في مديرية السوم بوادي حضربوت ضمن برنامج تعليم الفتاة الممول من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ جمعية نبراز ويهدف برنامج الدبلوم التدريبي الذي ينفذه المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون إلى بناء قدرات 85 خريجة ثانوية في طرائق ومهارات التدريس لتغطية النقص الحاد بمدارس التعليم العام بمديرية السوم توجهت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم أمس للعاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في التصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 26-20 وكأس آسيا 2027 وقال اتحاد كرة القدم إن بعثة المنتخب الوطني الأول غادرت للعاصمة البحرينية المنامة لمواجهة منتخب البحرين في التصفيات الأسيوية بعد إنهاء المعسكر الخارجي في الدمام بالسعودية بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي وسيواجه المنتخب الوطني الأول المنتخب البحريني في مباراة الإياب ضمن مواجهات المجموعة الثامنة يوم غاد الخميس يشار إلى أن اليمني يلعب في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني الإمارات والبحرين والنيبال دقيقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة